يعتبر الموز من الفوائد الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية الذي يقدم للحامل والجنين الكثير من الفوائد الصحية المذهلة يعتبر الموز وجبة غذائية متكاملة للأم والجنين فيما يلي أهم فوائد الموز للحامل والجنين الوقاية من التشوهات الخلقية فإن الموز غني بحمض الفوليك الذي هو مهم لتطوير العصاب والدماغ والحبل الشوكي عند الجنين إن نقص حمض الفوليك من الممكن أن يسبب الولادة المبكرة أو ولادة طفل مع عيوب خلقية مثل السنسنة المشقوقة كما يقلل الموز من الأنيميا إن واحدة من القضايا قبل الولادة أكثر شيوعا هي الأنيميا يمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالحديد إن الموز يعتبر واحد من العناصر الطبيعية الغنية بالحديد بالإضافة إلى حمض الفوليك لذلك فإن تناول الموز أثناء الحمل يساعد على الوقاية من الأنيميا أو فقر الدم كما يحاربه كما يعد الموز مصدر جيد للكالسيوم فمن المعروف أن الكالسيوم مهم لتنمية العظام ونظام الهيكل العظمي بالتالي فأنت في حاجة إلى الكالسيوم لنمو عظام الجنين المتزايد والحفاظ على صحة عظامك تعتبر هذه الفاكهة المعجزة التي تسمى الموز هي مصدر جيد للكالسيوم كما يعزز من نمو الخلايا إن الموز أثناء الحمل يعتبر مصدر جيد لفيتامين باستة الذي يعمل كناقل عصبي يعزز أيضا نمو قرارات الدم الحمراء وهي خلايا الدم الحمراء وهو غني بمضادات الأكسدة تحتوي هذه الفاكهة العظيمة على فيتامين سي الذي يعد مضادا قويا للأكسدة فتساعد مضادات الأكسدة في حماية الجسم من الجذور الحرة هذا بالإضافة إلى تعزيز الجهاز المناعي كما يقلل من الغذيان الصباحي ويعتبر الغذيان من أعراض الحمل الشائعة أثناء الشهور الثلاثة الأولى من الحمل وقد لحظة أن استهلاك الموز بشكل منتظم في المراحل المبكرة من الحمل يساعد في الحد من الغذيان الصباح كما يعزز من الطاقة لا شيء يمكن أن يغلب الموز في توفير الطاقة الفورية يعتبر الموز جنبا إلى جنب مع كوب من الحليب هو وجبة موتة كاملة فيحتوي الموز على جميع السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والسيكروز والفركتوز والتي تعمل كمصدر للطاقة لجميع الفئات العمرية وبالتالي فإنه من المهم للغاية بالنسبة للنساء الحوامل تناول الموز يوميا لتلبية احتياجات الطاقة كما يعمل على السيطرة على ضغط الدم فإن تذبذب ضغط الدم هو مسألة قد تسير القلق عند السيدات الحوامل وللحفاظ على ضغط الدم طبيعي يكون من خلال اتباع نظام غذائي صحي هو أفضل وسيلة للحد من التوتر والقلق فالموز مصدر غني بالبوتاسيوم لذلك يساعد في الحفاظ على ضغط الدم عند الحامل كما يساعد البوتاسيوم في الحد من التقلصات العضلية وألام الساق أثناء الحمل كما يعمل على توقف الجوع بين الوجبات فرغني بالكربوهيدرات لذلك يمكن للحامل أن تأكل الموز لوقف الجوع بين وجبات الطعام لأنه بمثابة وجبة متكاملة في حد ذاته كما يعمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم فمن المهم الحفاظ على مستويات السكر أثناء الحمل خاصة إذا كنت تعاني من سكر الحمل الموز يساعدك على تجنب هذه المشكلة إذا كنت تأكلينه بشكل منتظم أثناء الحمل كما يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم فيساعد تناول الموز أثناء الحمل على حماية الجسم من الكوليسترول والدهون المتراكمة كما يساعد على تقليل القلق والتوتر فيحتوي الموز على نسبة نعالية من التربتوفان الذي يتحول في الجسم إلى السيروتونين الذي يساعد على تحسين الحالة المزاجية بالتالي فإن تناول الموز بشكل منتظم في المراحل المبكرة من الحمل يمنع من الإضطرابات النفسية المصاحبة للحمل كما يحارب الإمساك وهو إحدى المشكلات التي تواجه السيدات أثناء الحمل يمكن أن يساعد الموز في الحد من هذه المشكلة لأنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم وتساعد على حركة الأمعاء وأخيرا ينصح بتناول موزة واحدة يوميا أثناء الحمل لما له من فوائد ترجمة نانسي قنقر